مرحبا بكم مشاهدنا الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا البت المباشر هنا بمنطقة زرو نواحي مدينة يتملول في ضيافة مولة الحوت الشهيرة فتحة طالبة الجميع في سنة الثانية قانون فرنسي ولي يعني بطبيعة الحال كتكفح من أجل توفير لقمة العيش لأبنائها الثلاث فهي امرأة حديدية بكل ما تحمل الكلمة معنا امرأة بألف رجلة اقتحمت مجالا حكرا على الرجال ألا وهو بيع الأسماك إلا أن حياتها ربما اليوم يعني انقلبت رأسا على عاقب بعدما تعرضت لحديد صير خطيرة ألزمتها الفراش واليوم يعني فيبحاج ماسا لمساعدة دي لكل المغاربة بغيناكم يعني تبرتجيو هذا الليف على نطاق واسع وحتى يصل لمن يهمه الأمر فتحة طالبة الجامعية بائعة الحوت والسمك مولة الحوت كلها أسماء لإمرأة واحدة فتحة اللي كتقنب منطقة الزروب بأيت مليول واللي كتناشد المغاربة من أجل التعاطف مع قصة دي لها اليوم اللي غادي تحكيها لكم كيف تعرضت لهادة حديثة السير التي ألزمتها الفراش وكيف هي حالتها الصحية اليوم وأيضا كيفاش يعني كتشوف مستقبل الأيام غادي نعطيها الكلمة ونخليها يعني تحدث لنا وتقدم أولا نفسها المتابعي قناة شوف تيفيو أيضا نتحدث لنا عن المعاناة دي لها وظروفها الاجتماعية اللي كتعيش اليوم السلام عليكم السلام عليكم مشاهدينا أختي المغاربة كثم الناس تكونوا بخير نحن على مشارف انتهاء سنة وبداية السنة جديدة إن شاء الله يتكون بحب البس معكم فتيحة معروفة بمولة الحوت لقد تعرضت الحديثة مؤخرا طبعا كنت تقنجزة على أوليداتي طالب معاشو كيف كيقولو كنت أخدم على أوليداتي إههها وكناك وكناتهم وتطيب ليهم ومتديهم مع باقين صغر وخاص تفكر في الرجعة ديالهم والوقت ولاتك خايب أوكرا لتخع وموا بين الحوت والفاق الديالهم مع الفجار وتمشي وتقداه وتهز ويجبين لها قلاس والبرد فيك واسسامش فيك الطريقة طويلة في الزافلة تبشين المرسال خصكت قريباً 22 كم ومشيو 22 مجيو وغسو ذاك الموتر اللي كنت كان متوزق بيعه على الوقف يتعوز لذاك الفورج وصعب شوية غالي شوية بشي تصايب ما عنديش أنا أصلاً كنت شهر قلسة وقلست دابا ترسل يجب العصفاء القفص الصدري دياني كديرا وضع الصحي دياني الحمد لله صراحة ما عندي ما نقول اللهم ملك الحمد تقدر الله وما شاء أفعل درني ولكن الحمد لله كنقول الحمد لله على سنيني ما جاتش دولار جل وقلسات سكاة تربيه في الأقدار كيلطف سبحان الله عادي ملي حكمتين في ذلك فما عندي شخص اللي غادي قابلني إذا قدر السجلسة وحدها في الأرض وبدلالي صغار وما شخص اللي غادي قضي طيب ورسهم ولي ديروا الشغل ولا شي حاجة فصدرك نقول الحمد لله المعاناة خيبة بزاف على التنفس وهي اللي أنضماجية تقدر تكون لي سرية حيث لا يصدرك لك الأكسجين كامل إذا أريد أن تتحرك هذا كل الدلوع يتتحرك وأنا أعرف أن أريد أن أريد أن تنفسني بموندير كالرياء قف الصدري يتوسع هذا كيف يمكن تقصح لدي تشيء داخل لها كنت كانت قاتل الراسي ومع شوه يمع وقاق كل الحركة كانت تعجار إذا أريد أن أطلع عليه أو إذا أريد أن أمود كانت تعجار فأرطريت أني صدقته وخدت منه شوية وما كي يقلوا بهدرالي هذه الأيامات وما وصفي ذاك الدوام أقدرتش نشري حيث عرفت غديني قلص الله مبعداً ديباني الخضراء ما كاينة شبوتها أريد عجبتها وذيت ذاك الشاركة معافة المسائل ديباني وقاقت شوية 40 دلم فقدت عندي أنا ممتنة كان عبادة كانت متفائلة أنا دائما متفائلة ومعبرني الحمدلله كان ذاكذا ولكن سوف نحاول نخلق لنفسي ذاك الأمل باش نبقى نتشبت فيه باش ما نرهقش روحك ونفتك تنرى من هرقة ومزيد حتى نفسي لدمرتها فأنا أحاول أن نفتكبها بالنفسي وعارج نفسي الراثي ودوير راسي فأنا أحاول أن نشعر نفسي حيث ما عمرنا هنا قد تشاهد لي بكي سمسح دمعتي أو لا ما أريد أن يدع كثفي أو ما أريد أن يدي فأنا أحاول لعبنا ذلك الدور يأتي الألم أو الإرهاق أو المرض وما سأتكون وما أحاول أن ننفذ نفسي فأنا أحاول أن نشعر نفسي فأنا أساعدين ساعدين جدا وإنه فعلا وليس شعر نفسي لأنه أهلا، وإنه سأتلقى فأنا أتلقى تنظر ممي ما لكي أردو يجب أن تصبح أردو ماذا يعني دعانة والدراسة عرفناك بانك مكافحة حصوتي على البكرة تعمل على تجربة تجربة كان حلم اه 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 ما عاشتوش مساحفة ميش طفولة ديالي اه اه وعيت نحاول بقى في هي الحال وساحفة الوقت بقيت وشوفت خرعلي نحوط مبقاش بريت نقرأ بقيت ديما كن حاول نقرأ ديما كنجيب هاداك ديما كننقاني نقرأ في شي حاجة كنقررت شي مو نزري عاكس كنقررت قا عندي ذاك الحب للقراءة ومنين اخذت هادا منين جالتها الوقت قيت راسي في الفين و الفين قريبا ندرتها من قرروا لي رانفورماتيكي المهمة وديس كنقرار رانفورماتيك قيت راسي شوية ضعيف وقال فالله بعرفينها سجلت الحمد لله دوكلي زي طاف فالله كنقول لنا دائما بإنسان ما يهمل تشي حاجة وما يحقر من تشي حاجة اي حاجة جزكي تطريق ديما توقع اي خدمة اي فرصة ديما ما غالي تخسر بارد انك تندم على شي حاجة درتياج حسن ما تندم على شي حاجة ما درتياج قرأ فهذا كنت تساعدني ونجحت من اول سنة بعد ثلاثين سنة توقف سبحان الله علي نجحت ووتوماتيك موندس القانون حقوق ديالي قرأت نعرف وشفت فيه ان القانون شي حاجة اللي هي مهمة وشي حاجة اللي هي زوينة بزاف شي مادة اللي هي خاصة انسان مفروحنا نعرفوها كاملين رأى هادك تسوي يريك الحقوق ديالك وكتوريك الواجبات ديالك فكتعرف شنو اللي يليك وشنو اللي يليك رأى ستان كود خاصة المفروض نعرفوه ونصنوش حتى الجامعة وخاصة يدخلنا من ابتدائي رأى ستان كود وكود بحل بحل بيرمي بحل رخصة سياقة بحل رخصة تكون عندنا كامل ونعرفوه القانون وعرف فقارين وفاهمين ونعرفوه بحل رخصة بحل رخصة سياقة بحل رخصة بحل رخصة بحل رخصة بحل رخصة بحل رخصة بحل رخصة ونخلصها بحل رخصة بحل رخصة اضغطت الزار ودبا مع كاملات سبحانه العديم بدل اكسيدن هذا انا معاك والله الالام لقتلني في الفم بوه لا يا اخويا انا افتحها اليوم يعني بعد هذه الحلقة ان تصير اليوم اخويا اخويا ما غديش نقول لك فونتسين اللي ميشوفش من الغربة العمار انا مرشي طبعين ساعة ولا طلبين بغيت دعم سواء من الجهات المختصة سبارك الله احنا كنادي وكنشيده في الاعلام كامل من الاحسن ان ان زي ماشي شيء قديتي وغادي تساهم في واحد الحالة هذي يمكن نقدر ندير شيء موحيل وندفع في شيء حاجة في سكن اقتصاديها كنت استربيها بعدما يبقى تسابعني هذي الكرة اللي روصل عليها عام دبا دي الكرة من الظوكي ذي نيكة تجي غبله والقديل غير هذا غير هذا المسطل لها انضا ديل الدو تلت شهور ماهما 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 تقول لها نقول نيكون واحد تعادد واحد يد المساعدة واحد الدعم لواحد الانسان في حلاكه محتاجة ما تكذبش وحقي ما يخذنيش نطلب مساعدة ولا نطلب دعم دائما كنقوله طبعا فالله إذا كان ما عندي شي حق فهذه الدولة هذي كان عيش فيها فاذاك الدروس الخصوصية ما نقدر سنجيب هذا شي كامل ساذاك انت ساذاك ما غديش يتحتاجه ماشي ولادنا هذا ماشي ولاد الشعب كريم سي الأخيرة ماشي أخذك كريم سي الأخيرة لا إله إلا الله محمد رسول الله